أهلاً محضراتكم من جديد الأهلي استعد المباراة الغد من خلال مران واحد النهاردة بعدما كان فيه أجهزة يومين بسبب ضغط المطشاط والإرهاق اللي عند اللعيبة بصراحة فيه حلول برضو للتعامل مع الإرهاق ده الأهلي ما شاء الله عنده دلوقتي أجهزة حديثة جداً جداً للاستشفاء فأكيد بتستخدم بالشكل المظبوط اللي يساعد اللعبين في الاستشفاء وبالتالي يكونوا جاهزين للمباريات لكن رغم كده برضو هيكون فيه صعوبات بسبب الكم الكبير من المطشاط في مدة قليلة فالأمر صعب فبالتالي النهاردة في رئيسة عد من خلال مران كانت ساعة 12 الظهر تدريبات كانت مش عايزة أقول قوية لأن مش قوية طبعاً زي ما حالكم مشايفين كده كلها تدريبات خفيفة بالكورة تدريبات برضو في الإطار الاستشفائي قبل مباراة الغد أمام المقصة بالمناسبة البعض ممكن يكون بتكلم المقصة مش هي المقصة بتاعت السنين اللي فاتت مش نفس الفرقة تغيرات كتير مش عارف هي كلام من ده الناس كانوا ماشين كويسة أوه بصراحة في كاس الرابطة في تطور ملحوظ في أداءهم فبالتالي مطش صعب وصعب جداً مش سهل فالحذر كل الحذر للأهلي ولعبي الجهاز الفني من هذه المباراة مهمة قوي أن انت تواصل انطلاقتك المميازة في بطولة الدوري أنت كسبت ست مطشاط متتالية واتعدلت المباراة أخيرة اللي هي المباراة السبعة أمام فيوتشر بنتيجة واحد واحد على ما تذكر فمهم أن انت تكمل يعني بداية كويسة بس مهم أنك تكمل بيرسي تاوي بيشارك في التدريبات بشكل يعني جيد أو كبداية تدريجية للمشاركة في التدريبات الجامعية عودة الشيناوي أمر مهم جداً جداً سواء للأهلي أو لمنتخم مصر بكل تأكيد أفضل حارس في أفريقيا ده أمر واضح للجميع فبالتالي كلها يعني دوافع معنوية جيدة للفريق في مرحلة انت مهم أن انت تفوص في كل مباراة فيها خصوصاً مرحلة تجميع النقاط سواء في الدوري أو في دوري أطال أفريقيا انت في الدوري عايز تتصدر وتفضل راكب المسابقة من الأول لأن بطولة الدوري بصراحة جمهوري الأهلي مفتقدة مش متعود أن البطولة تبورك جزيرة زمالك وفق وفاز بها الموسم الماضي فبالتالي مهمة قوي أن انت ترجع البطولة لمكانها الطبيعي لأن ده هدف أساسي عند كل جمهوري النادي الأهلي وعند منظومة الأهلوية بشكل عام ده أمر مؤكد دوري أطال أفريقيا انت برضو عندك أهداف مهمة قوي في الحفاظ على اللقب للموسم التالية على التوالي والمحاولة مرة أخرى في تحقيق الهدف والطموح الأكبر بالوصول للمباراة النهائية لكأس العالم الأندية فبالتالي شغل كبير ودوافع كتير موجودة عند اللعابين عايزة أتكلم مع حضراتكم في بعض الأخبار اللي بتتعلق بالأهلي في مران اليوم تحديدا وقبل مباراة الغد أمام المؤسسة النهاردة موسماني أعلن عن القايمة هقولها لحضراتكم قايمة بتشهد غياب بيرسيتا ومعلول وآيمن أشرف ومحمد عبد المنهم وحقول لحضراتكم الأسباب ايه بالنسبة لكل واحد داخلين خليلوا نقول الأسماء الأول اللي موجودة في قايمة الفريق المباراة بكرة أول اسم وده خبر سعيد لكل الأهلوية هو معاودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عشان يكون مع علي لطفي لتألق على مدار الفترة اللي فاتت بشكل مميز وأيضا الواعد مصطفى شبير ده سلاسي حراس المرمى في القايمة خط الدفاع زي ما حراركم شايفين كده موجود رامي ربيعة ياسر إبراهيم ومؤكد الاتنين هيكونوا بشكل أساسي موجودين في المباراة بكرة نظرا لغياب برضو أيمن وعبد المنعم وقابليهم بدر بنون موجود كمان في قط الدفاع كريم فؤاد اللي ابتدى يعني سبت أقدامه في القلعة الحمراء بعد المستوى الجيد اللي ظهر به في كاس العالم محمد هاني اللي بيعود لمستوى المعهود ومحمود وحيد محمد أشرف حمدي فاتحي نبتدي بقى في نصر المال حمدي فاتحي وقاليو ديانج عمر السلية حسين الشحات محمد مغدي أفشة محمد محمود اللي بالمناسبة المدرب سعيد جدا جدا بعودة مستوى بشكل مميز في التدريبات كخطوة أولية نحو مشاركته في المباراة وانه هو ياخد دقائق حتى في بعض المباراة في بطولة الدوري أو حتى بطولة الدوري أبطال أفريقيا لأنه مقايد أفريقيا فدي حاجة جيدة جدا طاهر محمد طاهر لويس مكيسوني الكلامة الكتير عليه وحنتكلم برضه على الجزئي دي النهاردة أحمد عبدالقادر طبعا أحد اللاعب يعني أحد اللاعبين اللي الناس مكتلع بيهم جدا جدا كلنا في الحقيقة مهارات ممتازة محمد فخري زياد طاري حسام حسن ومحمد شريف دي قايمة النادي الأهلي في مباراة بكرة فإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق أين كمين اللي حيلعب في ظل احتمالية تعديلات في تشكيل الفريق بسبب الإرهاق ويعني هيبقى فيه روتيشن بشكل أو بآخر أكيد موسماني هو القضرة بالجزئية دي هو قضرة واحد إزاي هيتعامل مع ضغط المطشات النهاردة كمان موسماني حاضر اللاعبين استعدادا لموارات المقصة من خلال لقطات فيديو بيقف من خلال عنقات القوة والضعف لفريق المقصة وبالمناسبة ده خبر يعني بيبقى كل مطش ده الطبيعي بيبقى شيء معروف ومهم أنه لازم يكون فيه دراسة وفية للفرق اللي بتقابلها في أي بطولة من البطولات وده كان طبعا بعدما الفريق خد راحها لمدة 48 ساعة مطش بكرة إن شاء الله ساعة 8 بالليل على أستاذ الأهلي والسلام إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق من دابن كمان الأخبار الشيناوي النهاردة شارك في كل التدريبات هو التمرين الأخير اللي كان قبل اليومين الراحة كان شارك معادة فقرة أخيرة في المران لكن النهاردة شارك في كل فقرات التدريبات الخاصة بحراسة المرمى المختلفة بشكل جيد بدون أي شكوى لأنه هو شفية تماما الحمد لله من صابت الشد في العضلة الخلفية وبعد ما أدى برنامجه التأهلي والبدني فبالتالي أصبح جاهز تماما للمشاركة في المباراة ويعني الرؤية مطروقة طبعا مستر بيتسو المسيماني هل يتريد شوية في مشاركة الشيناوي ويجهز بس المباراة سونداونز ولا يبتدي بيه مباراة بكرة ده اللي حنعرفه ونشوفه إن شاء الله من خلال التشغيل رسمي اللي حيعلن قبل المباراة بساعة تعالوا نروح بقى لمحمد عبد المنعم النهاردة بيقدي جلسة علاج طبيعي محمد كان تعرض لكادمة قوية في الرأس في مباراة الهلال السوداني فبالتالي كان فيه يعني قرار وتوجه أنسب بالنسبة لللاعب وهو إن يكون فيه راحة ويكون عنده بعض التدريبات في الجيم وهو كده كده بخلاف الكادمة اللي في الرأس دي محمد عبد المنعم بصراحة الفترة اللي فاته تتعامل مجهود يعني قوة جدا مع منتخب مصر كان عنصر أساسي بعد إصابة الوينش الفترة فبالتالي الولد ما شاء الله عليه ركبه بقى ممتاز جدا وبالتالي كمان بعد ما نضم للأهل في كاس العام الأندية شارك ومطش الهلال كمان السوداني شارك فأكيد محتاج لراحة لأنه أكيد عنده إجهاد لكن حيكون جاهز بنسبة 100% بإذن الله تعالى لمبراط سون داونز يوم السابت اللي جاي كابتن سيد عبد الحفيز كمان النهاردة قال أسباب غياب آيمن أشرف عن التدريبات الجماعية وآيمن اشتكى من ألام في الرجبة فبالتالي كفضل الجهاز الفني أن يتم إراحة آيمن ومتابعة حالته خلال الأيام القليلة المقبلة وبعد مباراة الغد بإذن الله الأهل يكون وفق فيها وفاز حيتم يعني معرفة مدى إمكانية لحق آيمن أشرف بمباراة سون داونز إن شاء الله حيلحل لأن الإصابة بسيطة طيب علي معلول أحد العناصر المهمة جدا والبرزة جدا في صفوف النادي الأهلي على مدار ست سنين فاته كان عنده يعني جهاد خفيف في السمانة عضلة السمانة فبرضه تم تفضيل راحته وده اعتبروه من ضمن كمان الروتيشن اللي بيعمله مستر بيتسون يعني إنها بتريح محمد عبد المنعم آيمن أشرف حتى لو إصابة خفيفة كمان علي معلول والإصابة بتاعته الحمد لله خفيفة وإن شاء الله حيكون جاهز لمباراة سون داونز فاكتفى التدريبات في الجن من دمنا بقى الأخبار والأمور المهمة جدا جدا اللي تبين لك الأهلي إزاي بيشتغل كويس على كل المستويات هو خبر أعارة سناء النادي الأهلي المغربي محمد مغربي ومحمد ياسر لعابة قطاع ناشئين بالنادي ومغربي شوفنا طبعا في الكتاب